السلام عليكم و اهلي فيكم في فيديو جديد اليوم سنشرح معكم من AOS 13.3 نسخة تجربية الثالثة نرى الأشياء اللي عدلوها و ما الميزات اللي نزلت فيه طيب كبداية لو بنخش هذا اول ما حملتها مثل ما نشوف 13.3 حجم الملف كنت انا في 13.2 فحجم الملف حين 188.8 ميجا بايت هذا بعد التحديث اتقل محدة البلت نمبر حقي 17C5038A خلننشوف احنا بلت نمبر كم صار نخش العلالات عام حاول نشوف البلت نمبر عندنا احنا البلت نمبر الجديد 15 او 17C5046A ففيه تقية من البلت نمبر الغديم والجديد لو بنحطهمهم بعض نشوف هذا الغديم قبل التحديث النسخة تجربية الثانية وهذا النسخة تجربية الثالثة لو بننزل تحت اوكي اخيرا المودم فرموين يغيروه المودم فرموين عندنا الغديم كان 1.3.9 اللي ما شاف المشاكل اللي عندي كانت عندي مشاكل اللي هي الشبكة تنزل لكن نشوف قدام بعد اسبوع هل في تحسين او لا فهذا التغيير برده في المودم لان انا كلمت ابل برده لان في برنامج اذا كان عندك البيتة في برنامج اسمه الفيدباك تقدر تدخش وتراسل ابل عن المشكلة حقتك وتحط الفيديو مثلا ثلاث من مشكلة انا رسلت لحطت فيديو لكن نشوف قدام هل راح يكون فيه تعديل او لا مثل ما نشوف الشبكة لاني لو اطفي مثل ما نشوف حين لو احط نمو الطيران وارجع اشقلها تصير فل في النسخة التجريبية الثانية تصير عندي فل بدين تتراجع فمعدر ايابل هل بتعدله او لا كذا هذا ممتازة هنا في المنطقة عندي او مكاني بار واحد نازل عادل في الجامعة لاحظت قبل شيئا راح تحقي البيتة الثالث كل افل الموجود عندي فنشوف قدام طبعا لو بنشوف التحسينات تحسينات تفسل يوم نزلوها اولا مستقريبا يوم نزلوه 13.2.3 للكل عدله فيه تحسينات لحق الإيميل اللي يستخدم الإيميل الرسمي ما لا بل انا مستخدم برنامج إيميل نستخدم مايميل غير عدله فيه شيء برضو عدله فيه اشياء اي ميسج انك لو تخش مثل ما نشوف هنا هذا في النسخة التجريبية الثانية حيني عندي هنا لو باكلم شخص او باسوي له افكت الاشخاص اللي يستخدموا الافكتات دي هنا مشكلة الافكتات تشتغل مثل هذا الافكت يشتغل اوكي لو بنروح جهة ثانية لو نشوف هذا الافكت اوكي يشتغل هذا الافكت شقال هذا الافكت ما يشتغل مثل ما نشوف طبعا الان الان نسخة تجيبية الثانية هنا باورك بها وبعدين بحده بعض مثل البرت ديه تقريبا اخر واحد ما يشتغل مثل ما نشوف شي يسوي فهذه مشاكل موجودة في السوفتير الثاني للتيرتي بوينتو الحين لو بنخش هنا نجرب معاكم لو بنشوف هل عدله هل ومعدله بالضبط نضغط هنا نضغط هنا نروح السكرين اوكي هذا الافكت شقله مثل ما نشوف تعدل هذا كما يشتغل عندي هناك شقال هذا شقال برضو هذا شقال حتى هذا ما كان شقال عندي هناك البرتدي شقال هنا مثل ما نشوف هنا بشقال فحركة حلوة فيه تعديل برضو في مشاكل كانت وعدلوها برضو في الثيرتيين بوينتو بوينتو بوينتثري اللي نزلت للكل لكن هم عدلينها هنا اللي هي لو تخش على الشخص نفسه تضغط الماينفو تنزلتها احيانا اللي راسل مع الشخص او مراسل الشخص ما يطلع لك كل شي عنده فحين عدلوها يعتبر فحركة حلوة برضو بهذه تغريبا كل التحسينات في بعض الاشخاص برضو عندهم مشكلة انه لو عنده فيلم او ملف بعد ما يعدل على الملف في البيتا الثاني في الثيرتيين بوينتو في الثيرتيين بوينتثري ما يقدر يسويه في النيو كليب لازم يعدل على الملف نفسه احيان الزرورة الميزة كانت قضية موجودة لكن انا موجودة عندي برضو بس مادري بعض الاشخاص يقولوا ما تطلع عندهم انك لو بتعدل الملف تعدل على الملف نفسه الآن لا تقدر تعدل على الملف وتسويه بملف ثاني يعني مثلا اعدل الفيديو هذا بعد ما اعدل علي طلع علي فيديو ثاني ما يخلي لي نفس الفيديو نفسه هذا برضو اوكي مدر ما نشوف طلع علي فيديو ثاني فحركة حلوة برضو بس تغريبا هذي كل الميزات ما في اي شي جديد كلا تحسينات ما في ما قلت لكم ما في شي جديد نشوف لو نشوف في لو نفتح نشوف التحسينات اللي في نروح الهيستوري نشوف حين احنا هل بيرتبونا او ما رتبونا نوفمبر 20 هذا نوفمبر 12 اخر واحد نزل اللي هو 13.3 نسخة تجريبية ثانية وهذا نسخة تجريبية ثالثة اللي قبل شو انزلت لو ملاحظ ما في فرق ما في فرق ابدا يعني بس الملتيكور صعد خفيف وشي ما يتلاحظ شي طبيعي يعني يعتبر ما في تحسين في المعالج لو نشوف هنا في نوفمبر 20 هذا نحن فيه وهذا نسخة تجريبية ثانية من هذا الثالثة طرطو ما في فرق ما نشوفون ف ما قدر اتكلم عني يعني خلاص ما في فرق لو نشوف الانتوتو سويت هذا النسخة هذا حق النسخة تجريبية ثالثة ونشوف النسخة تجريبية ثانية قبل شو سويتها ف سويت لها سكرينشوت بس ما دري هل سكرينشوت تنحفظ فتغريبا ما نحفظ خلن نشوفها هنا حسنا حسنا هذا هو موجود فـ 5200967 الآن 524174 أربعة أوكي بدي يقولون ارتفع شوي بس شي بسيط في 4000 نقطة ارتفعت البعض يعتبر هكذا شي كويس بالنسبة لي لأنه أخو الرودي ممتاز فما توقع أنه في ذاك التحسين اللي راح تلاحظه لكن فيه تحسين خفيف نشوف قدام معاكم بعد تلهيام اربع يام نشوف النسخة هل فيها مشاكل بدي أو لا فهذه كل النسخة وهذه الميزات كلها ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في الغناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني و لا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم